تمثل صناعة الدواء وتوطينها أهمية استراتيجية للدولة خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة تكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوية فانشأت الدولة مدينة الدواء وهي أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وفي إفريقيا لما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء باعتباره أمنا قوميا لمصر فضلا عن التحول إلى مركز إقليمي لصناعة أدواء كما يجرى تنفيذ أربعة مشروعات قومية لإنتاج المستحضرات الحيوية بدلا من اعتماد السوق المصري على خط إنتاج واحد بإضافة إلى أربعة خطوط لإنتاج مستحضرات الهرمونات كما تم إنشاء وتشغيل ثلاثة خطوط إنتاج مضادات حيوية إلى جانب إنشاء وتشغيل وترخيص أربعة خطوط لإنتاج قطرات العين لتصبح مصر من الدول الرائدة إقليميا في إنتاج قطرات العيون وحادية الجرعة أيضا تم توطين صناعة الأنسلين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصل نسبة تصنيع المحلي من احتياجات الدولة للدواء إلى 88% بينما تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج و70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية فيما يوجد أيضا مائة واثنان وخمسون مصنعا للأدوية وأربعون مصنعا آخر تحت الإنشاء كما تعمل الدولة على مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والذي تصل سعتها التخزينية إلى 190 ألف بلدة حيث يستهدف إنشاء ستة مخازن استراتيجية للدواء لتغطية الجمهورية وذلك بتكلفة تبلغ أربعة مليارات جني وإلى جانب ما سبق فيوجد مجمع مصانع فاكسيرا حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات كورونا بالمجمع والمتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري إلى 24 ألف عبوة في الساعة هذا وأكدت أيضا فتش سلوشنز بأن مصر تتمتع بوضع جيد يؤهلها للعمل كمركز إقليمي لتجارة الأدوية لأنظمة الرعاية الصحية المجاورة فضلا عن تأكيدها بأن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمار لشركات الأدوية والرعاية الصحية متعددة الجنسيات مشاهدين الكرامة كان هذا عرضا موجزا حول جهود توطين صناعة الدواء في مصر أشكر لكم طيبة المتابعة ترجمة نانسي قنقر